أهلا ومرحبا اليوم نحن في بلدة اليمامة هي بلدة تاريخية وقديمة أهميتها تكمل أيضا في أنها طريقة قوافل التجارة القديم بها العديد من المواقع التراثية وأيضا المواقع التاريخية ويقال أن فيها ما يتعلق بالعصر الحجري بها البنة وهي بها جامع كبير يصل إلى صدر الإسلام الأول إذن اليمامة هي صاحبة تاريخ عريق يكفي موقعها الاستراتيجي نتكلم عن هذا الموضوع معظيفنا الدكتور عبدالله الرويس أستاذ التاريخ وأيضا باحث التاريخ الوطني والقديم أهلا بك أولا نتكلم عن أهمية هذه اليمامة وتسميتها في البداية أرحب فيك أستاذ حمد وبقناة الإخبارية وبالسادة المشاهدين في مركز اليمامة التابع لمحافظة الخرج حياكم الله جميعا طبعا بلدة اليمامة تسميتها أخذت من مسمى الأقليم الكبير لبلدة اليمامة لذلك يقول الشاعر عبدالعزيز الرويس يمامة الأمس عند الغاط مبدأها وتنتهي يا بلادي بعدها الداري أنت الوريثة للإسم القديم كذا قال الثقات فطالع طرس أخباري فموقعها موقع استراتيجي هي تتميز بوجودها بين واديين كبيرين في جهة الجنوب وادي الخرج ويصب فيها عدد من أودية علية في المنطقة هي وادي أثيلان ووادي موان والعين ووادي نساح وغيرها في الجهة الشمالية من بلدة اليمامة يوجد وادي حنيفة وما يصب فيه من أودية السلي وأودية الحنية لذلك موقع الاستراتيجي بين هذه الواديين الكبيرين وفي جهة الشرق في منطقة السهبات تلتقي هذه الوادي الكبيرين لتشكل وادي السهباء الكبير نتكلم عن المواقع التاريخية والأثرية الموجودة هنا المواقع الأثرية في الحقيقة المواقع كثيرة لأن البلدة تاريخية ولها عمق تاريخي يمتد إلى زمن طويل فنجد عندنا مواقع أهمها موقع المسجد الإسلامي الذي تم اكتشافه في عام 1432 الموافقة 2012-2011 كانت فرقها تنقيب مشتركة سعودية فرنسية اكتشفت هذا الموقع المسجد الإسلامي وفي موقع يسمى البنة كذلك عندنا نقف الآن أمام هذا المسجد التاريخي وهو يسمى مسجد طيرية هذا أيضا من المساجد التاريخية القديمة ومنطقة طيرية أيضا يوجد فيها المدرسة السعودية الأولى ببلدة اليمامة التي تأسست سنة 1332 كمدرسة أهلية ثم بنى المبنى في هذا الحي في عام 1364 وهي ثاني مدرسة في منطقة الخرج ثاني مدرسة في منطقة الخرج تأسست والمبنى لا زال قائم موجود وعندنا مسجد التاريخ لا زال موجود وأهالي اليمامة يعني يرغبون بأن تكون هذه المواقع الأثرية يتم بها العناية من الجهات ذات الاختصاص في وزارة الثقافة وهيئة التراث وكذلك الأهالي الواجب علينا أن يكون الاهتمام بهذا الأماكن التاريخية كذلك عندنا يوجد من المواقع التاريخية القرية التراثية في بلدة اليمامة والموجودة في منطقة سمص خيلي عندنا أيضا مساجد تاريخية كثيرة منتشرة في البلدة مثل مسجد الشرق، مسجد المثيلة، مسجد قصر الروسة، مسجد قصر الإسعال مواقع أثرية كثيرة طيب نتكلم الآن بين الماضي والحاضر كيف كانت وأيها أصبحت الآن؟ والله في الحقيقة طبعا البلدة اليمامة بلدة لها تاريخ كبير ممتد يعني لو وجدنا لها ذكر تاريخي كانت تسمى الخضرمة كما ذكر لها مداني في كتاب صفة جزيرة العرب كذلك وصفها الرحالة الفارسي ناصر خسرو وصف منطقة البنة التي تسمى الخضرمة وصف أسواقها وصف المباني فيها وأيضا المنطقة هذه تتميز بأهمية الأولى كونها منطقة زراعية لخصوبة أرضها وتوفر المياه فيها وهي لا زالت بهذه الصفات مستمرة في زراعة مستمرة في البلدة كذلك وقوعها على طرق تجارية هامة تمتد من شرق الجزيرة العربية إلى وسط وجنوب وغرب الجزيرة العربية كذلك طرق قوافل الحج إذن المنطقة متميزة بموقعها الاستراتيجي وأهمية الاقتصادية التي لا تزال مستمرة إلى وقتنا الحاضر كل أملنا أن يعاد النظر في الأهمية هذه البلدة التاريخية الاعتناب بمواقع التراثية الاهتمام فيها حتى تعود إلى الواجهة لتتحقق إن شاء الله كل طموحاتها للبلدة وهل تتوقع أن في أماكن لسة مكتشفة حتى الآن؟ والله في الحقيقة فرقة السعودية الفرنسية المشتركة كشفت عن موقع المسجد البنه الأذري للأسف أيضا تم اكتشاف المسجد فقط لكن لا تزال مدينة موجودة تحت أكوام هذه الرمال كان الأمل كبير في أن تكتشف هذه المدينة لكن للأسف المسجد اليوم للمحافظة عليه كما ذكروا تم إعادة الرمال عليه من أخرى كنا نتمنى ترميمة إعادة اكتشاف المدينة مدينة الخضرمة القديمة عاصمة الدولة الخيضرية الأمل لا زال يحدونها وإن شاء الله المسؤولين يهتمون فيها شكرا دكتور عبدالله الرويس طبعا تحدثنا عن البنه وهي موقع قديم يقال أنه في عصر العباسي هو طبعا تم اكتشافه إلى حد ما تم اكتشاف الجامع لا تزال فيها مواقع اليمامة مواقع قديمة تستحق النظر إليها والبحث وأيضا إجراء العديد من الدراسات عن هذه البلدة التي يقال أنها تصل إلى 100 ألف عام وأعود إليك عبدالله وسارة شكرا جزيلا لك حمد بن حسين موفق